السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وشرح جديد النهاردة نتكلم عن إكس كوين كاش طبعا حضراتكم عارفين موقع إكس كوين كاش هو موقع لتحويل العملات الرقمية في ثلاث دلات حاليا وهي مصر والجزار والمغرب تقدر تحول عملتك أو تقدر تسحب عملتك أو تقدر تقوم بإداءة من خلال العملة المحلية الخاصة بك والسحب بالعملات الرقمية أو بالبنوك الموقع بقاله فترة طويلة بيعمل ولديه بعض الخاصيات الجميلة والنهاردة نشرح لكم خاصية أو اتنين وهما مهمين جدا وهي أول حاجة تفعيل الهوية من يوم واحد سبعة يعني هي الحياة بدأت النهاردة من تلاتين ستة النهاردة يوم واحد سبعة هيبدأ جميع العضاء فقط الذين قاموا به التفعيل اللي هي الهوية الخاصة بيهم هم اللي داروا يسحبوا في الموقع بطريقة سالسة وطريقة أمنة ودى زي ما انتعرفين بعد الموقع بتستخدم موضوع KYC أو New York Customer وهي بتكون للسرية التامة ولكن لدمان مصدقية الموقع وعدم وجود سكامر أو نصابين في الموقع لأن بصراحة آخر الأيام تواجه كتير من أشخاص النصابين الذين يريدين مثلا وضع أركام معينة وسحب أركام أو يحطوا صحوبات أو بيخشوا يجربوا لذلك الموقع بش عايز هذه الأشخاص اللي هم يعني غير محبوبين لنا أو لكم فبالتالي أنت عشان تشوف طريقة العمل كل ما عليك اللي أنت بتسجل في الموقع طريقة تسجيل سهلة جدا مثلا في الحالة دي احنا نسجل تست وما سمي والإيميل هيكون عبارة عن وطبعا الإيميل زي ما حضركم عارفين هنا بيتحط إيميل خاص بكم أنا هوري لحضراتكم دلوقتي وبعد كده هم لكل بيانات هنا الباسورد وهنا تعيد تاني الباسورد هنا الفون أو رقم الهاتف الخاص بيك وخلي بالكوا رقم الهاتف مهم جدا يا شباب لأنه لازم يكون متوافق مع رقم حساب الفودافون كاش الخاص بيك أو بتكون رقم يقدر تواصل معك الدعم بيه ويفضل يكون أنت الحساب تستخدمك في فودافون كاش تكون كمان يعني بتتكلم منه أو يكون حسابك الخاص أو تحط رقم الهاتف اللي انت يتم التواصل معك لانه في حالة مثلا حصل مشكلة أو تأخير في المبلغ أو دخول مبلغ خطأ أو كتابة بيتواصل معك الدعم التلفوني من خلال أو في بلدك عامة وانه بتاخد الكود ده بتحطه نهوت وبتسيب لأنها مهمة جدا اللي انت تقدر أو هيجي لك أخبار عن تخفضات معينة أو أسعار معينة وكمان اللي هي وانت بتوافق على كوانين الموقع هنملك كل هذه البيانات وهنرجع لكو تاني أوكي بعد كده زي ما انت حضرتكم شايفين انت كده دخلت على الموقع انت بشمح داك تحديث أو كده ممكن تلاقي ايميل على خاص بك أو ممكن ما تلاقيش ايميل انا مش متسكر حاليا كل ما عليك زي ما شايف يعني انت كده تم دخول الهساب طبعا بلاي حاجة لازم تعرف ان انت عندك نهوت اكتر من شي مهم جدا استفاد منه اللي هو الشات مع دعم الموقع أو لو انت مثلا كنت به اللي دعب في بلد جمهورية مساء العربية تتواصل معهم في الواتساب أو لو انت في الجزائر تتواصل في التليجرام كمان الفيسبوك طبعا مهم جدا للعضاء والقناة هي القناة اللي هي بيتم عليها شرحات أو اليوتيوب الخاص بي تمام بالتالي يا شباب كل ما عليك زي ما انت شايفين هنا موجود حاجتين مهمين جدا 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 وهي الدوكومنت و الادرس هنا الموقع بيقول لك اوكي خلي بعلك انت ممكن تحط ابراد يور دوكومنت يبقى ابراد يور درايف لانسز او اي دي او باسبورد وتاني شي لازم تعمله يعني بتعمل اي ميل بهذه الطريقة و بيجي لك اي ميل على يور اي ميل هبين سيندي تيو بتبص عليها في الاسبام او في الرسائل الغير مروب فيها لو ما جالكش بريفايد اي ميل تمام وهنا بترفع صورة الباسبور او الاي دي او رخصة القيادة وهنا يور ادريس تمام وانا هشارح لكم النقاط ديت مهمة جدا لان في اكتر من نوع وفي اكتر من سؤال تقدر تعمله اوكي لو احنا قلنا اللي احنا هنرفع هنا الصورة بيمكنك رفع صورة معينة صورة البطاقة او صورة الباسبور او صورة الرخصة بطريعة دي جدا بهذا الشكل بتخش على الخاص بيك وبتختار صورة بطاقة معينة بهذا الشكل تمام وبتعمل ابلود تمام احنا اخترنا صورة بطاقة دي جدا هنا خلاص خلي بالكو الصورة بتترفع مرة واحدة بس بعد كده لا يتوافع عليها لم يتوفيش على حسابك تمام تاني حاجة هنا بتعمل فريفايد يور ادريس واما جدا الادريس دوت واحد عنده لو انت كبير في السن وعندك وصله نور باسمك يستحسن يكون الوصل النور باسمك بحيث يكون في عنوانك على طول تمام وصل النور او كهرباء ما عندكش وصل النور او الكلام ده كل ما عليك انت بتخش على نفس الطريقة وبتختار مثلا في هذه الصورة انت رفعت مثلا احنا رفعنا البطاق ديت او صورة البطاق دي بتاعت الشخص ده بامكانك رفع هذه الصورة بالشكل دوت او هذه الشجرة بالشكل ده تمام يعني بمعنى اصح انت لو رفعت هذه الصورة معانا بتقولهم اللي انا نفس الشخص طبعا البيان بتكون مقارية ان هذا الشخص هو نفس الشخص ده ولكن يستحسن في الحالة دي برضو كمان لو انت بامكانك رفع هنا الخلفية او ضهر او خلف الصورة بتاعتك اذا في الحالة ديت انت ممكن ترفع هنا كمان الصورة اذا ما شايفين اختفت اللي فوق صورة البطاقة الشخصية او الهوية الخاصة بيك او الرخصة امام وخلفة عن طريق هذا الشكل اللي هو انت عارفين بتكون صورة طبعا معمولة بهذه الطريقة باللغة العربية ما في شيء مشكلة او لو انت رفعت الصورة دي بترفع هذا الشخص تمام مثلا انت بهذا الشخص وبتعمل ابلود تمام طيب انت بعد كده لو انت روحت دلوقتي عايز تحول وانت مسلا محتاج تحويل تتصل بالدعم تقول لو سمحت انا عايز تحول وفعلت الورقة ارد عليك الدعم وقولك انا قدام 24 ساعة عشان احول لك تعال نشوف هنا دلوقتي لو انت عايز تحول بهذا الحساب انت دلوقتي عايز تدخل فلوس للبير في حالة ديت مسلا تعال انا مسلا عايز ادخل بير اخترت احط 1000 جنيه مصري يديني 85 دولار هنطلع قدام هنحط اليوزر نيم والباسورد بتاعنا ونحط هنا ويدخلنا على الموقع بهذه الطريقة كل مرة انت هتكون بهذه العملية مش هيدخلك على الموقع لحد ما انت تفعل حسابك مثلا بصوا معي بهذه الطريقة تمام هيخرجك بره الموقع تاني لحد ما تفعل حسابك تمام اهو تمام بنفس الطريقة يقولك تاني هات حسابك طيب دلوقتي احنا هنفعل حسابنا ونرجع تاني هنيجي نحدس الصفحة بتاعتنا هنلاقي هنا علامة الصحة وعملت علامة الصحة طبعا بعد كده هتلاقي هنا كمان رقم الهاتف بعد ما انت بتفعل كل حاجة بتلاقي رقم الهاتف بتاعك مفاعل تمام في الحالة ديت لو انت قمت بعادي جدا بعمل تحويل المرة ديت بنفس الطريقة من فودافون وهنكتب مسلا الالف جنيه وهنخش كده بعادي جدا بيكتب اسمك هنا واسم الايميل والايميل بتاعك مهم جدا رقم الهاتف الخاص بفودافون اللي انت راح تستلم عليه المبلغ او اللي انت هتبعت منه المبلغ خلي بالكو معي يعني رقم الهاتف هنا اللي انت بعت منه المبلغ وهنا البيير اكاونت الخاص بيك البيير اكاونت الخاص بي وبعد كده بتعمل نكس استيب اوكي طبعا انا هملك كده يعني مسلا ايه اي حاجة في الحالة ديت بس وصلنا لهذه النقطة تمام انا في الحالة دي اوكي انا عملت ماتبصوش على هذا الاكاونت ديتيل لان طبعا انا عملتك انه رقم البيير بتاعي وده رقم الهاتف اللي انا ارسلت منه هنا ممكن تكتب قد ارسلت مبلغ كذا 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 اشكركم وهنا بتكون برفع صورة التحويل مثلا هنقول في الحالة دي نفس الصورة التحويل انا هرفع صورة كمثل هزيه مثلا الشكل مثلا صورة التحويل وبعمل confirm تمام هنا بكتب اوكي مثلا انا بديكم مثال send money مثلا so by your 123456 خلي بالك هنا يقول لك انت تدفع كذا هتاخد كذا هتاخد المبلغ كذا وقدامك ساعة لحد ما المبلغ ده وممكن بعدك هيتغير من ادارة الموقع تعمل confirm يتبقى الخطوة رقم ثلاثة اللي هو اترك تعريكك على الخدمة بتخوش تكتب مثلا الخدمة بتاعتك تمام وبعد كده اسمك هنا هوت تمام في الحالة دي هيسم اوكي المهم يعني وهنا بتكتب التائتل سانكس فور سيرفس مثلا وهنا بتكتب مثلا ريفيو فاست انجود مثلا تمام وبتعمل ادت فيدباك جيد جيد انت مش عايز تحط الفيدباك بتاعك دلوقتي عايز تحطه مرة تانية علشان تكون انت مثلا المبلغ بتاعك وصلك حقك بتخش على my account my review تمام هنا بتلاقي كلمة post feedback يعني كل الفيدباك بتاعك اللي انت حطيته لو انت عملت كده بتلاقي لانا حطيت يوم تلاتين ستة النهاردة التحويلة ديت وبتكون بعد وصول المال بتحويل بربط بوضع تعليقك على الخدمة تمام وبعد كده بتزهر التعليق بتاعك في الموقع وبدون مشاكل خاصة تعليق في ديته ان الناس بتداد تستفاد وتفيد من ان انت يعني قلت الحقيقة عن الموقع سواء الموقع بيدفع سواء الموقع بيدفعش وبعد كده بتزهر كل التحويلات تمام حالاتكم زي ما انتم شايفين بهذه الطريقة ده التحديث اللي انت شفتوه اللي هو من اول سبعة ان شاء الله مطلوب رفع الاورا تاني حاجة زي ما انتم شايفين تداد تتواصل مع الدعم من خلال الواتساب بهذه الطريقة انت بتخش على الواتساب اكسو كوين كاسا بورتي ايجيبت وتعمل بهذه الطريقة بيدخلك على الواتساب تمام هنا الكود بتاعك بيقول لك انت لازم تستخدم الكود لو انت دخلت على التليفون الخاص بيك في الواتساب في الصفحة الرئيسية وتفتح العلامة على يمين هيقول لك واتساب ويب اوكي يعني واتساب ويب كل ما عليك انت بتقوم رابط الواتساب بالكود بتاع اله بهذه الطريقة وبيفتح بهذا الشكل طبعا بعد كده انت ده تتواصل مع اي شخص انت عايز تتواصل معه مثلا في هذه الطريقة مثلا او بتقوم قافل دوت وبعد كده بتتواصل بترجع تاني وتعمل نفس الطريقة وتتواصل مع الدعم بطريقة عادية جدا تمام يباية دية التواصل مع الموقع سواء من السابورت هنا اما بتتواصل معهم او بتتواصل معهم من خلال الواتساب من خلال الهاتف بتاعك طبعا وان شاء الله في التحديث القادم رح يكون هنا واتساب بكمان الجزائر وواتساب المغرب تمام عشان مصدقية العمل يعني زي ما انت شايفين موقع كويس جدا 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 طيب قبل ما انخلص الموقع او قبل ما انين الفيديو تعالى نخش على اسكام اسكامر وانشوف اذا كان الموقع ااخد يعني تعليقات جيدة ام لا هنروح نكتب هنا الاكسو كوين كاش ونعمل سيرش تمام هنلاقي ان الموقع ما شاء الله مية في المية ثقة يعني تسع ريفيو اوكي بس اتاخد مية في المية ثقة يعني انت بتتكلم عليه بتس اونلاين تلتمية وخمستاشر سريع وسعر الموقع دلوقت ستالاف دولار بيتكلم عن الكريبتو وهنا هتلاقي تعليقات الناس الخدمة سريعة وممتازة دعم قوي يعني جميع التعليقات اللي انت هتلاقيها وياريت تسيب تعليقك انت كمان فضلا وليس امرا طبعا لان طبعا مهم جدا 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 للموقع برضو الموقع اكسو كوين كاش تابع لموقع كوين ادبرو دوت كولوب هو موقع اعلاني للربح بالمجان او الاستثمار برضو ااخد تقييم كويس جدا زي ما انت شايفين يعني شركة كويسة جدا وصدقة وزي ما انت شايفين موقع كوي والناس بتتكلم عليه يعني كويس لذلك انت يعني ليه لا اللي انت تجرب سواء الخدمة دية او الخدمة دية وتشوف اذا كان الموقع كويس ولا لا تمام فالفيديو بتاعي انتهى على كده النهاردة يا شباب زي ما ان شايفين ده اخر تحديث لشهر 7 2019 اشكركم وما تنسنوش في دعمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته